السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث البدائي في شرح يونيت 2 يونيت 8 الوحدة التامنة سيزنز اوف زي يير فصول السنة يبقى سيزنز اوف زي يير يعني فصول السنة هنبدأ بلسن 1 الدرس الاول عندي هنا الفصول فصول السنة فصول السف سامر فوال الخريف وانتر 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 الشتاء سپرن 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 عربية وكي واند هنا ذا وادر الطاقس صاني صاني مشمس كوالت 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 بارد ريني ريني ممتر حت حر عندي هنا كلمات اضافية عندي places 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 أماكن leaves 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 أوراق شغر beautiful 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 جميل sunshine sunshine أشعة الشمس sunshine colored colored ملون beach 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 شاطئ أوكي عندي هنا حاجة جديدة اسمها تصريفات الأفعال يعني مديني أفعال regular يعني منتظمة منتظمة يعني بجيب شكل الماضي منها بضيف للفعل d وده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله وعندي irregular يعني غير منتظم ده لازم أحفظه زي ما هو عند الفعل like like يحب لما أجي أقول أحبه في الماضي أحط لها d like it like it play يلعب played play played لكن الفعل go الماضي بتاعه went يبقى go يذهب ذهب went is or are يكون ماضيهم was or where was where كان نكمل مع بعض هنا عندي المحاسة dad يا أبي what's your favorite month what's your favorite month ما هو شهرك المفضل بقى month يعني شهر what's your favorite month I like january best I like january best بحب ينير أفضل because it's cold لأني جو برد I like cold weather أنا بحب جو البرد and you وإنت I like august I like august بحب شهر أغسطس best الأكثر because it's hot لأني جو حر and I can go to the beach وممكن أروح الشاط what about you mom ماذا عنك يا ماما مامتو قالت له I like the fall بحب الخريف because it's not too hot مش حر جدا in some places في بعض الأماكن there are beautiful colored leaves في أوراق شجر يميلة ملونة number five I like the spring بحب الربي because there is a lot of sunshine علشان في ضوء شمس كتير today it's rainy ونهارده الجو ممتر but tomorrow it will be sunny وغدا هيكون الجو مش miss hooray يعني مرحة اوكي انا بعندي نص كراءة هنكروا مع بعض hi I'm nada I'm from mansoora I'm from mansoora I like the spring بحب الربي I like the flowers بحب الظهور and the colorful trees والأشجار الملونة it's sunny today جو مش مس النهارده I like sunny days وانا بحب الأيام المش مس ة it was a little cold yesterday جو كان برد قليلا أمس yesterday يعني أمس but tomorrow ولكن غدا it will be hot هيكون جو حر I can go to the park ممكن أروح أروح and play there وألعب هناك عندي to talk about the weather إنك تتحدث عن حالة الطاقس لو بتكلم في المدارة بقول it's وأجيب الصفة أو حالة الطاقس والverb وزوز الطاقس يعني مثلا لو أنا بتكلم عن الطاقس في الماضي فهقول يصر day أمس it was كان صني مش مس طيب لو بتكلم في المدارة هقول today النهاردة it was أو it is hot جو حر عشان ده مدارة أهو present future المستقبل أو tomorrow خدا it will be cold هيكون الجو برد يعني يا مصر لما لقى يصر day طيب تعال نشوف مع بعض الأمثلة دي yesterday it قلنا يصر day هنقول it it was لأن الجو كان يبقى هنا was tomorrow غدا the weather will be عشان بتكلم في المستقبل يبقى will be it hot today يبقى it is عشان today من الكلمات تدل على المدارة تعال هنا للجدول مع بعض أهو لما لقى today يبقى ناخد is لما لقى yesterday يبقى was ولما لقى يبقى will be اوكي نرجع مع بعض هنا عندي جزء خاص بالwriting وعندي هنا activities on listen والتمرين على الدرس الأول سؤال الأول didn't fill in the gaps اقرأ واملأ الفراغات what's your favorite month ما هو فصلك أو شهرك المفضل month الشهر يبقى what's your favorite month I like January أنا بحب January best because it's cold عشاني جاو برد سؤال تاني ريدا match A with B اقرأ واصل A مع B what's your favorite month ما هو شهرك المفضل number one it will be sunny tomorrow هيكون جاو مش مسغدا it was rainy yesterday يجاو كان ممتر أمس number three there is beautiful colored leaves في أوراق شجر ملونا سؤال تاني look ريدا انظر اقرأ واكمل اندي سيزن فصل ريني ممتر hot حر it's today يبقى it's hot today يو حر نهرد علشان صورة يبقى تعبر عن الحر winter is my favorite season الشتاء هوا فصل المفضل المفضل بحين season سوال رابع read order and write اقرأ ورات بو أكمل yesterday the weather was sunny يأمس yesterday يعني أمس ok the weather انظر واكتب الكلمة عندي هنا winter الشتاء winter عندي هنا fall الخلي الخريف ok وعند هنا rainy winter وهنا hot hur نكمل مع بعض يا حضرات السؤال السادس read and choose the correct answer between practice اقرأ واخترك كلمات الصحيحة is your favorite month or june يبقى what's your favorite month ما هو شعارك المفضل today is rainy نهرد winter but tomorrow ولكن غدا يبقى will be sunny هيكون مشمس لان تمورو بناخد معاها will number three it's in winter في الشتاء بيكون جو a hood sunny cold طبعا cold number four i can go can go to the beach ممكن اروها الشاط yesterday today tomorrow there was 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 called can برض يبقى هناخد الكلمة ياسردية عشان معناها امس ودي هي دلت على الماضي سؤال السابع look and scramble and write تنظر واعد ترتيب الكلمة عندي هنا دي كلمة summer الصيف يبقى هنا هنكتب summer وهنا cold bird وهنا fall الخريف وهنا rainy ممتر سؤال التامن read the passage and choose the correct answer اقرأ المص وجاوب على الاسئلة رحب 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 عش في الكهيرة رحب رحب الربيع رحب 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 الظهور والأشجار الملونة رحب 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 من النص مبارح كان الجو مبارد قليلا اهي رحب رحب تعيش في القاهرة زي ممكتوب كده في القطعة الكراء سؤال انظر واكتب جملة تحت كل صور انا استطيع ان اذهب الى الشاطئ هنا ممكن اقول جو مش ممطر النهاردة اتس ريني تي دي اوكي سؤال رقم عشرة اول حاجة ابدأ بكابتل اي وهنا في بعد الام بعد الام منصورة اسمي بلد وهنا يبقى اني عندي هنا اربع علامين تعالنا نتقل الى الدرس التاني وهنبدأ بكلمات الدرس التاني وعندي هنا شهور السنة اوكي ركز كده معي علشان ما تطلعبطش في نطق شهور انا عندي نطق اين نطق امريكان ونطق بريتش فهنقول الاول بعد كده هنقول الكلمة تاني عاندي هنا جانيوري 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 jaianuari january 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 that American february 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 marj march mary april 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 مش april april may 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 شهر may june 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 شهر يونيو جولاي جولاي يوليو هنا اغسط اغسطس سبتمبر سبتمبر اكتوبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر اوكي دولا اسمهم months of the year months of the year شهور السنة كور بقى انتا الفيديو ويرقع ايه فى النطق مرتين عشان ما تنسهم شو بصرعة عندي كمان شم النسيم شم النسيم ايد الفطر ايد الفطر فانتاستيك فانتاستيك ديات مقاطة عندي فان وتاس بعد كده تك يبقى فانتاستيك بورتي بورتي حفلة السفات الافعال عندي لوف يحب لوفد لوف لوفد يحب احب هاز او هاف معناها يمتلك او يتناول ومضيها هاد كم يأتي كيم كم كيم كم كيم اوكي نكمل مع بعض يا حضرات which months are special ايه الشهر المميز special يعني مميز why والميزة اوكي 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 بحب بردو مي في هذا العام لأننا لدينا ايد الفطر عشان لدينا ايد الفطر يبقى يومي شهري المفضل هو يانير عندنا هنا التحدث عن شهرك المفضل Talking about your favorite or special months لما أسأل حد أقوله هو شهرك المفضل فأقوله what's your favorite month هو يقول my favorite month is يعني مثلا my favorite month is January what's your favorite month my favorite month is May شهر المفضل هو مايو لما يجي بقى saying your favorite month, season and why تقول فصلك أو شهرك المفضل ولماذا يعني أقول I like أنا بحب مثلا May شهر مايو because it's my first day عشان عيد ميلادي I like January بحب يناير because it's cold عشان الجو برد I love May بحب مايو because شام النسيم is in May عشان شام النسيم في مي When is Hamza first day? يعني الأسأل حد متى عيد ميلادك بقول when يعني متى? When is Hamza's first day? عيد ميلاد حمزة إمتى? Hamza's first day is on July 20 twenty nine twenty nine يعني في تسعة وعشرين يوليو يبقى قبل الشهر باستخدم لو حدد يوم لو حدد ايه يوم خلي بالك محددين هو قاتل بالك تحت اهو تستخدم مع الايام والتواريخ المحدد يعني لو حدد يوم وباستخدم مع الشهر يعني هنا الشهر بس بقول لكن لما حدد في يوم في الشهر ده اقول لك مثلا فيفس الخامس فهنا باخد تمام? طيب تعالي هنا بانشوف آآ الاعداد الترتبية عايز اقول الاول بقول فارست فارست طيب ممكن مختصرها لانا اكتب الوان واحط اخر حرفين في فارست يعني مسلا اقول الوان كده واحط الاس تي اللي في اخر كلمة فارست يبقى كده معناها الاول ساكن التاني برضو باكتب اتنين واحط بقى فايها ان دي صغيرة كده السالس باكتب سري واحط اخر حرفين من اول فورس بقى للا بحط وتي اتش سكس سيفنس ايس ماينس تانس اليفنس تولف سيرتي فورتي ففتي سيكستين وانكمل كده مع بعض الحد ما نوصل لحد واحد وعشرين فتبقى ايه الاول والعشرون يبقى هنا انا انامل ايه هنكتب واحد وعشرين ونحط اخر حرفين لهم الاس دي وهكزا وانت ماشي اوكي عندي هنا بقى تتعلم تكتب عيد ميلادك الاول حاجة اجيب بقى كده بعد كده او او الرمز الاختصاري بتاعها يعني مسلا لو انا اقول عيد ميلادك في شهر اه مارس مارتش اوكي واحط لها اه خمسلاشر مارس احط يبقى كده اتكلمت عن مسلا لو انا عيد ميلادك في شهر مايو في خمسة مايو اقول لك ايه ماي فيفث اهو الخامس من مايو اوكي هنا جوز الخاص بالرايتنج وهنخش بقى على اكتفت عندي كلمة نفضل مايو وين متى يبقى متى عيد ميلادك وين هو هنا قال له انه في في الحالي عشر من شهر مايو سؤال التاني عند كلمة سيارة وفيه اليشعر وبرس دي عند ميلاد شهر مفضل شهر بحب جون عشان انه عيد ميلادي مايو بيرسي دي ونحن لدي ميلادك جولاي و اوغست ميلادك ميلادك جولاي و اوغست جولاي و اوغست ميلادك اجدادي بيجو علشان يشوفونا هنرتب مع بعض رتب الكلمة دي دي كلمة حفلة بارتي بارتي ودي شهر أبريل 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 ودا شهر جولاي 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 يوليو read and take true or false طبعا هنا نعلم false شهر مفضل هو جولاي شام النسيم is in may this year true تعال هنا في سؤال read and choose the correct answer between practice is your favorite is your first day it's on october 2090 يبقى when متى عيد ملاذك i love me بحب مايو we have شام النسيم because لأن يبقى دي معناها لأن لأننا عندنا شام النسيم number three my favorite is november november شهر november شهر يبقى month which month أي شهر is special to you اي شهر المفضل special number five i love انا بحب because it's cold عشان الجو برد يبقى بحب ايه يناير يبقى january لأن يناير بيكون الجو برد number six my birthday عيد الملادي is in ولا on طب هو حدد يوم في الشهر هنا قالك 29 جولاي وما هنا بستخدم on انا بستخدم on قبل الشهر لو حدد يوم لو حدد في يوم اكي صالة سادس read order and write which are special months ايه الشهور المفضلة او مميزة which are special month okay question mark عشان دس سؤال number two when is your birth day متى عيد ملادك when is your birth day متى عيد ملادك number three I I love I love I love we have we have a special party we have a special party عندنا حفلة مميزة when is your birth day متى عيد ملادك look and write sentence under each بحش انظر واكتب صورة تحت كل اكتب جملة تحت is april april ممكن تكمل تقول because it's my birthday عشان عيد ملادك april because it's my birthday عشان عيد ملادك في طيب الثالث التالت مع بعض حضرات كده هذا خاص بال phonics الاصوات عن الصوت حرف الاس والب والار بيعمل الصوت spur 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 زي اي مصر زي الكلمة دي spring 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 spray 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 رزاز او رشاش لكن حرف الاس والتي والار بيعمل الصوت stir 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 street شهر strawberry 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 فراولة straight 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 مستقيم اوكي لك circle and write يعني هيدا دي فراولة strawberry بحنكتب s-t-r وده spring فصل الربيع spring وهنا straight يعني مستقيم straight نكمل مع بعض الحضرات هنا عندي writing paragraphs اذا تكتب paragraph when you write when you write a paragraph remember to have a capital letter تذكر تبدأ الجملة بحرف capital at the beginning of every sentence في بداية كل جملة زي مثلا spring is my favorite season هنا بدأت ب capital s number two remember to have a period تذكر تعمل الفصلة at the end of sentence اللي هلنقطة في نهاية الجملة وquestion mark في نهاية السؤال يعني we eat strawberry in the street in spring هنا فلسطوبة هي what's your favorite season ده سؤال حاط question mark تعالى بقى ناخد writing skill مهارة القراءة وهي ضع الجملة في الترتيب الصحيح لتكون فقرة انشائية put the sentence as a correct order to make a paragraph I also هنقول اول كده what's your favorite season ما هو فصلك المفضل ده رقم واحد my favorite season is spring flowers grow in my garden رقم ثلاثة I also love martish because we celebrate my mother birthday my mother day يعني عادي الأم يبقى هنا number four تكتبوا من تابع هنا في البارغراف ده يبقى خط جميل كده طيب نكمل مع بعضي حضرات هنا عندي activities اللي السنسري انشطة على الدرس التالت دي كلمة strawberry فراولة city or ودي spring ربيه ودي spray رزيز أو رشاش وده street شارع look read and complete street شارع و spring ربيه و winter الشتاء is my favorite season فصل المفضل يبقى الوينتر الشتاء we eat strawberry وزا بناكو الفراولة في street ولا في spring في spring في فصل الربيه يبقى spring you know عشان بناكو الفراولة في فصل الربيه سوال سوال معتش اواصل سوال الوينتر عشان بناكو الفراولة في سوال لسوال وده sell لسوال وده سوال وده straight read and take true or false my favorite season is the spring يعني فصل مفضل هو الربيع صحا كدا اوكي ولا الربيع ده شتاء يبقى هنا فلس خطأ we eat strawberry in the street true look and write the word انظر واكتب الكلمة دي كلمة straight مستقيم straight straight with the spray 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 رزيز او رشوش with the strawberry 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 فرولة with the spring spring عربية هنا read and take true or false the strawberry فرولة spray رزيز straight مستقيم street شرر look and unscramble هنرتب الحروف عندي هنا street شارع spray رزيز spring الربيع اوكي هنا هنكتب مع بعض الكلمات الاخيرة التي تبدأ ب زي كلمة street شارع و straight ومستقيم وهنه يعني كلمة spring الربية و spray الرزيز يعني بنجيب الكلمات التي تبدأ ب SPR read and circle the old sound يمكنك تظل الصوت المختلف spray spring street spring طبعا street straight spray strawberry street طبعا spray علشان هي المختلفة بدأ ب SPR هنا سؤال التركي what's your favorite season capital W هنا question mark تنقل إلى listen 4 and 5 دس رابع والخيمس عندي هنا حيسمها water conversation water conservation water conservation conservation television طبعا نرى زي هنقسم الكلمة كده إلى con ser vision 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 المقطع ده A-T-I O-N يبنى قراء Asian Asian يبقى conservation conservation نبدأ بالكلمات عندي coffee 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 وهو shower path shower path water water يروي pole 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 سلطانية أو عاء shampoo 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 drip drip ينقض turn off turn off يغلق brush 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 يخسل بالفرشة faucet معايا faucet faucet سنبور أني كلمة أخرى عندي hair شعر hair plant نبات vegetables vegetables خضروات conserve conserve يحافظ على look and complete انظر واقمر I brush my teeth I brush my teeth ونظف أسناني بالفرشة she drinks coffee she drinks coffee coffee تشرب أهوة I take a shower I take a shower a shower باخد دوش how do you conserve water at home كيف تحافظ على المية في البيت how do you conserve water at home look and read انظر وأقرأ use only the water you need to make coffee أنت استخدم فقط المية اللي انت محتاجها علشان تعمل شيء أو قهوة turn off اغلق زفوسة نحفظ الجمل دي طبعا الجمل دي حضرات حافظ عشان تفتح الأسئلة يبقى الجمل دي حافظ turn off the faucet when brushing your teeth اغلق الصمبور وانت بتنظف أسنانك خطوة الثالثة turn off the water when putting shampoo on your hair اكفر المية وانت بتحط shampoo على شعرك take short shower استحم لفترة قصيرة not long بس مش حمام طويل تحمش الفترة طويلة يعني water your plant in the early morning or evening اره نباتاتك في الصباح الباكر او المساء الباكر يعني يا في الصبح يا في المساء لكن ما نفعش في الظهر عشان كده هيبقى في صرف المية wash fruit and vegetable in a bowl of water اغسل الفكهة والخضروات في وعاء وعاء ما نفعش اغسلها تحت الفوست تحت السمبور على طول لا لازم كنا عندي حاجة حطت فيها الفكهة fix fix يعني صلح fix fix the faucet if it drops صلح السمبور لو بنقط يبقى نحفظ الجمل دي علشان تعرفت حل من غير حفظ الجمل دي مش تعرفت حل عندي هنا حاجة اسمها في صيغة الامر ازاي قد حد امر في الامر بجيب المصدر الفعل لو لك اغلق السمبور افتح الباب لكن الامر المنفي او المنهي بستخدم له don't don't يعني لا don't take long باعس ما تشتحماش لفترة طويلة don't use a lot of water when you wash زادتش ما تستخدمش همية كتير وانت بتغسل الاطباق تعال حل كده مع بعض read and search the correct word fix ولا fix طبعا الامر بيبدأ بالمصدر المصدر يعني الفعل من غير اضافة يبقى fix don't don't بعدها المصدر don't throw دوش الفترة قصيرة fix the faucet صلح السمبور if it drips لو بتنقط use only the water استخدم فقط المياه you need to make coffee اللي بتحتاجه عشان تعمل قهوة water your plant is in the early morning اروي نباتاتك في الصباح البكر سؤال الثاني look read and complete انظر وقرأ وكمل turn معناها يشغل او يطفي turn off على حسب turn on يشغل turn off يغلق wash excel و take hose طبعا هنا take short shower استحم الفترة قصيرة turn off اغلق the faucet الصمبور when brushing يورتيز اسناء تنظيف اسنانك read order and write اقرأ ويرتب وكمل وكتب turn off اغلق the faucet faucet يعني الصمبور number two fix صلح the faucet الصمبور if it drops لو بنقط if it drops اغلق الصمبور لو بنقط نكمل كده مع بعض look and write عندي هنا كوفي قهوة faucet صمبور bowl وعاء ولا shampoo shampoo اللي هو shampoo اللي بتستحمها بي هنا look and scramble يعني انظر واعمل ترتيب للحروف faucet صمبور faucet لازم نحفظ الكلمة دي tower tower ايدي water عفوا water water ماء bowl bowl وعاء drip drip ينقط يبقى دا دابليو هنا حضرته سؤال السادس read and show the correct answer between practice your teeth سبعا هنا اقولك brush your teeth نظف أسنانك brush brush your teeth turn off don't take long سواء بل هيك عن حاجة فبستخدم don't don't take long path بتستحماش لفترة طويل read a match اقرأ وصل wash fruit and vegetable اغسل الفكاهة والخضروات water your plant air والنباتات turn off the faucet اغلق الصمبور سأتعمل look and write a sentence under each picture يبقى اولك مثلا هنا use استخدم a bowl وعاء to wash لكي تغسل the fruits الفوكه and vegetables والخضروات هنا water air your plant نباتاتك اروي النباتات بتاعتك امتى in the early morning او in the morning بس في الصباح عشان نلخص عليك نقول in the morning سؤال التركيب هنبدأ بcapital d معمولة هنا في باباستروفي قبل تفي اباستروفي كده بعدك هنا فالسطوب تعال هنا بقى في الجمل دي يريد تقراها وترجع عليها عشان مفيدة جدا وهنا عندي جزء خاص بتست عشان مفيدة جدا سؤال أول ريدا انتعانسر اقرأ وجاوب نوها لكيز سبرينج شي لكيز فلاووار and is a color for trees سؤال الأول نوها لكيز سبرينج هنا فنعلم على سبرينج هنا answer the following question what is the weather like في الجو عمل ازاي النهار ده او it's sunny today يبقى نقول كده it's sunny today اليوم مش مس اليوم يبقى it's sunny today بجيب منين يا حضرات الكلام ده بجيبه من النص اللي مكتوب فوق اوكي نكمل مع بعض هنا جزء خاص بالكتابة هنرتب مع بعض i like spring انا بحب الربيع i like spring احب الربيع في زا هنا يبقى هنقول the spring هنحط زا هنا كده i like the colorful trees بحب الاشقار الملونة i like the colorful trees يحب الاشقار الملونة number three i go i can go to the park استطيع ان اذهب الى park i can go to the park استطيع ان اذهب الى تعال في الصف التاني هنا هنحط الكلام ده read and complete and the park حديقة colorful ملون with spring ربيع i like the spring بحب الربيع it's my favorite season ده ده فصل مفضل i like the colorful trees بحب الاشقار الملونة i can go to the park بروح بالpark خطوة ثالثة write a paragraph of three sentence هنجد تبقى الجمل عن عن الربيع يقول مثلا my favorite season فصل المفضل is spring هو ايه الربيع it's sunny يجواب يكون مش miss i like the flowers وانا بحب الايه flowers i like flowers يعني بحب ظهور اوكي تعال هنا بقى عندي review مراجعة وعندي هنا امتحان على unit 8 هنحل مع بعض استمع واكتب الصوت الصحف عندي كلمة street شارع street مستقيم strawberry فراولة spray رزاز what's your favorite job ولا month طبعا نرى تحت my favorite month يبقى هنا what's your favorite month ما هو شهرك المفضل قال له my favorite month is june يبقى هنا favorite فصلي المفضل هو june نكمل مع بعض يا حضرات in spring في الربيع there are يوجد there are a flowers and colorful trees number one في ظهور واشجار ملونة take short shower استحم الفترة قصيرة not long بس مش حمام طويل number two my favorite season is the fall فاصل المفضل هو الخريف نكمع بعض look and write كتب الكلمة دي كلمة cold bird ودي كلمة spring الربية وهنا rainy ممتر وهنا فسط سنبور read others and write اكرا اكرا ورا tip there is a lot of sunshine there is يوجد a lot of كسير من sunshine ضوء الشمس what's your favorite season ما هو فصلك المفضل what is your favorite season ما هو فصلك المفضل نكمل مع بعض يا حضرات read and choose the correct answer اكرا اختار اجابة صحيحة سماز برسدي اجمل السماء ان ولا ان ولا ات ركز معي هو هنا جاب لك شهر مفوض استخدم انه لكن هو حدد يوم في الخامس والعشرون من جون يبقى هنا ياخد ان عشان حد اليوم tomorrow غدا it will be هيكون عشان هنا مستقبل يبقى will be i like january بحب يناير because it's cold عشان في شهر يناير جاب برد my dad's favorite fruit فاكهة هنا دستريت شارع ودستري رزاز او بخاخ is your favorite month february يبقى what's your favorite month ما هو شهرك المفض ريزا بسيج عندي تشوز the correct answer اكل الناس واختريقة بصحيح ايام ليلة i'm from alexandria انا من اسكندرية i like the spring بحب الربيع i like the flowers بحب ظهور and the color for trees والاشقار ملونة is suny today جو مشمس النهاردة i like sunny days بحب الايام المشمسة i can go to the park and play منكم اروح الشاطئ ولا هناك ليلة is from ليلة من alexandria today the weather is والنهاردة الجو sunny اهو she can go to the منكم تروح البر اهي look and write a sentence انظر وكتب الجملة يبقى i like spring انا بحب الربيع i like spring انا بحب الربيع وهنا هنقول it's rainy today الجو ممتر النهاردة it's rainy today اوكي تعالا نكمل مع بعض هنا عندي كلمة party حفلة party rainy ممتر fall الخريف punctuate ترقم W هنا question mark اوكي كده حضرات خلصنا معاك شرح unit 8 الوحدة التمنى من منهج صف الثالث الاتداء من كتاب المعاصر وان شاء الله هحل معاك بال كتب الاخرى وفضلا وليس امرا اشترك في القناة علشان توصلك كل الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في العادة الله وحفظه